اشتركوا في القناة ودعم استراتيجية لأمم المتحدة وخطة العمل حول ليبيا شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الفعالية رفيع المستوى بشأن ليبيا وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية والعمل بشكل متكامل لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات لإيجاد حل سلمي يكفل استغلال ليبيا ووحدة أراضها ويمكنها من القضايا على كافة التنظيمات الإرهابية بها ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والإزدهار وخلال الاجتماع قدم سعادة السيد قسان سلامة الممثل الخاص لسكرتيري عام الأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية في ليبيا عرضا لتطورات الأوضاع في ليبيا مؤكدا أنه سيتم العمل في الفترة القادمة من أجل الانتقال إلى مرحلة بناء المؤسسات بمساهمة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والأطراف الليبية كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع كل من سعادة السيد ديفيد ساتر فيليد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسعادة السيدة تينا كايدناو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تحرز هذه العلاقات من تقدم مستمر على كافة المستويات بما يحاقق مصالحهم المشتركة مؤكدا معالي أن العلاقات بين البلدين متجدرة وتقوم على ركائز قوية وتحظى باهتمام كبير للمضي قدما نحو أفاق أوسع وقد أشاد معالي وزير الخارجية بما جاء في كلمة فخمة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ورؤيته الشاملة لأمن واستقرار العالم ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي معربا معاليه عن خالص شكره للحكومة الأمريكية بعد الموافقة على صفقة مبيعات أسلحة لمملكة البحرين تشمل F-16 والذي يعكس التزام الولايات المتحدة التام بدعم حلفائها ويجسد الشراكة الوثيقة بين البلدين والتحالف الاستراتيجي بينهما والذي يعد دعامة مهمة في مساعي تعزيز الأمن والسلم في المنطقة ومجابهة التحديات المختلفة التي تواجه دول العالم من جانبهما أعرب كل من سعارة السيد ديفيد ساترفيلد وسعات السيدة تينا كايدناو عن تقديرهما لعلاقة الصداقة القوية مع مملكة البحرين وما يشهده التعاون المشترك من تطور على الأصعادة السياسية والعسكرية والاقتصادية مؤكدين على مواصلة التنسيق المشترك إزاء قضايا المنطقة ودعمهما للجهود البنعة التي تقوم بها مملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد يوانيس كاسو ليدس وزير خارجية جمهورية قبرص وخلال الاجتماع أشهد معالي وزير الخارجية بالتطور الذي يشهد التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة مؤكدا حرص مملكة البحرين على المضي قدما بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وبما يلبي تطلعاتهما بالاستفادة من الفرص المتاحة والإمكانيات الكبيرة لتنويع مجالات التعاون على مختلف الأصعادة كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد داون بارمود وينعي وزير خارجية مملكة تايلند حيث تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والتي تعتمد على أسس متينة من الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي الدائم لتنمية العلاقات على المستويات كافة كما تم تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على مواقف البلدين الداعمة للسلام والاستقرار في جميع إنحاء العالم وخلال اجتماعه مع سعات السيد فوق جيريميتش الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة أثنى مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على الجهور الطيبة التي قام بها سعات السيد فوق جيريميتش في تعزيز دور الأمم المتحدة خلال رئاسته للجمعية متمنين له دوام التوفيق من جانبه أعرب سعات السيد فوق جيريميتش عن شكره لمعالي وزير الخارجية ولمملكة البحرين على مواقفها الداعمة له خلال رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة منوها بنهج مملكة البحرين القائمة على التعاون مع الأمم المتحدة والذي يعكز إيمانها بأهمية الدور الذي تغو به في حفظ الأمن والسلم الدوليين